طلب المجلس الوطني الفلسطيني المنظمات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن بمواقف أكثر جدية وبالتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني دعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية والعالم الحر إلى التضامن مع شعب الفلسطيني لضغط على دولة الاحتلال وإجبارها على وقف العدوان وأشهد المجلس بحالة التضامن والتكاتف بين أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أرجاء الأراضي الفلسطينية وبصمود الشعب ومقاومته الباسلة مضيفا أن هذا الصمود سيزيده إسرار على مواصلة الدفاع عن كرمته